بعد حصار طويل ومعارك استمرت نحو شهر من الزمن هاهم ثوار دير الزور يحتفلون بالسيطرة على مبنى الأمن السياسي معركة ضارية دارت بين الجيش السوري الحق وقوات النظام لأكثر من ساعتين سقط فيها قتيلين من الثوار ونحو عشرة قتلى من القوات النظامية تمت بعدها السيطرة على المبنى أهمية فرع الأمن السياسي ترجع إلى كونه المنفذ الوحيد للمدينة الذي سيمكن الثوار من السيطرة على كامل النهر جسر السياسية وهو الموقع الذي كانت تتمركز فيه دبابات النظام أصبح أيضا تحت سيطرة مقاتلي الجيش السوري الحر يقول الثوار أن قوات النظام لطالما استهدفت الثوار من هذا المبنى بقذائف الهاون ولطالما كانت فوهات هذه العربات موجهة إلى أحياء دير الزور بعد حصار دام لأكثر من ثلاثين يوما الثوار هنا يحتفلون بانتصارهم أسلحة كثيرة منها دبابات وآليات وذخائر كثيرة سيطر عليها الثوار يقولون أنها قد تساعدهم في مواصلة القتال وفي المعارك المقبلة للسيطرة على أجزاء أخرى من المدينة تم بفضل الله وعونه تحرير ممنى الأمن السياسي من قبل لواء الفرقان التابع لجذة تحرير سوريا بالتعاون مع لواء القادسية وهذا جزء من الغنائم وتم بفضل الله ومنه تحرير بعض الأسرة عمار الحاج الجزيرة دير الزور ترجمة نانسي قنقر